لعبة هورايزن ترجع لنا بشكل جديد لعبة هورايزن نداء الجبل هو جزء جانب يحصل جهاز بلاي سيشن في آر 2 طبعاً هي لعبة تعتمد بالكامل على الواقع الافتراضي واستخدام خواص جهاز بلاي سيشن في آر 2 قصت اللعبة عن شخص اسم رايس من جماعة كارجا الظل وهو يبحث عن أخوه وفي نفس الوقت يكتشف الغموض أسر الآلات رسوم اللعبة جداً جميلة ومفهمة بالألوان الجذابة وفعلاً أبهرتني في الواقع الافتراضي طبعاً الموسيقى فيها لاتقل جودة وجمال عن ألعاب هورايزن توضيف عناصر بلاي سيشن في آر 2 جداً ممتاز في أماكن كثيرة لنت تسلقها في اللعبة ورح تستخدم يديني كل اثنين في التسلق ورح تحس بالمجهود اللي تبدله كأنك تتسلق في الحقيقة وأيضاً استخدام السلاح والقص السهم كان جداً دقيق وفعلاً تقدر تصير بارع فيه كل ما تمرنت أكثر عليه وتقدر تستخدم أنواع من الأسهم مثل سهم الحديد وسهم النار وسهم الكهرباء وطريقة تكوين الأسهم ممتعة بتخليك تركب قطع الأسهم واحد وراء الثاني سواء كان سهم ناري ولا كهربائي اللعبة فيها محتوى ولا بأس فيه مثل مضمار التمرين اللي تقدر منك تحاول تكسر القام القياسية موجودة فيه وأيضاً البحث على الأهداف المخبأ في المراحل وهذا غير استكشاف وتجميع القطع وأخذ معلومات عنها بعدين مدة اللعبة التختيمة من 6 إلى 7 ساعات لكن لو ظلت تحاول تختم كل شي فيها يمكن توصل إلى 14 ساعة واكثر حسب لعبك من الشياء المعجبتني في اللعبة هي قل الحرية في الاستكشاف فما تقدر تستكشف العالم ولكن تمر في مراحل أشبه بمصار متحرك إلى النهاية القتال ضد العداء أيضاً محدود ويعتمد على المصار اللي تمشي فيه وهي لعبة ضرورية أنها تكون عندك في مكتبة ألعاب بلاي ستيشن VR2 لو اقتنية الجهاز